بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على بوث الرحمة العالمين بعض الناس يقول لي دعاء يقوله للنصرة للطلب النصرة من رب العالم سبحانه وتعالى على الظالم يعني يقوله المظلوم لينتصر به على الظالم فأنا سأقول لحضراتكم أدعية من السنة أو نصائح من السنة يفعلها المظلوم لينتصر لنفسه أو ليحمي نفسه من الظالم طبعا يعني يحبز أن المظلوم يعني يحاول أن ينصح الظالم فإذا لم يقتصر وينتهي عن ظلمه ففي هذه الحالة يعني يجوز له أن يدعو عليه ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقوله ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور فالصبر على الظالم وعدم الدعاء عليه أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء عليه وإن كان يجوز ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه دعوه على الظلم كثيرا لكن في أحيان كثيرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر ويخفر ويقول الله مخفر لقومه فإنهم لا يعلمون لكن إذا استحكم الأمر ولم يجد الظالم بدا من أن يدعو على المظلوم فالله أن يفعل ذلك وقال عليه سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عدام الأليم وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من دعا فقد انتصر ربنا بيقول ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فمش معناه انتصر أنه يروح يقتص من الظلم يادا بالقوة أو بالعوم فأولئك بالدعاء بس لأن دعوة الظلم المظلوم لا ترد ارفعه سبحانه وتعالى فوق الغمام وثم يقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فالدعاء الأول موضوع قوي جدا ومن أقوى الأدعية اللي ينتصر بها المظلوم على الظلم وأكبر شيء أنه ذكر في السنة في أكثر من موضع هذا يؤكد قوة هذا الدعاء أولا قال الله عليه الصلاة والسلام في الحديث كان في من قبلكم ملك أنه جليس أو ساحر فقال له هذا الساحر أو الجليس كبر السني ودنه أجلي فأدفع لي غلاما لأعلمه السحر فدفع له غلاما فدفع هذا الرجل هذا الغلام إلى سحر ليعلمه السحر فكان يذهب له هذا الغلام وكان يمر في طريقه على راهب فيدخل عند الراهب فيستمع إليه ويعجبه كلامه كان يتأخر هذا الغلام عن الساحر فكان إذا ذهب إلى الساحر يضربه الساحر ثم إذا راجع دخل عند الراهب واستمع منه هذا الكلام فيتأخر عن أهله فإذا ذهب إلى أهله ضربه أهله وقل له لما تأخرت فقال له الراهب إذا ضربك الساحر قل له حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك قل لهم حبسني الساحر وفي مرة من المرات الغلام وجد دابة عظيمة وكبيرة تمنع الناس من المروف في الطريق فقال في نفسه اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر ثم رمي بالحجر فقتلت الدابة ومر الناس فأخبر الغلام الراهب بما حدث فقال له الراهب أنت الآن أفضل مني وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل فلا تدل علي فلا تدل علي فأصبح هذا الغلام ولي من أولي الله الصالحين يبرع الأكمه والأبرص بالدعاء وكان للملك جليس كان الملك جليس أعمى فسامع بهذا الغلام فقال له أدوى الله لي أن يشفيه من العمى قال له آمن آمن بربي وأدعو لك فآمن هذا الأعمى بالله سبحانه وتعالى فدع له فشفي فقال له الملك كيف شفيت من العمى أو من الذي شفاك قال له شفاني ربي وربك قال له أولك رب غيري قال له نعم ربي وربك الله قال له من الذي علمك هذا فقال له فأبى أن يقول له فعذبه حتى دل على الغلام فأتي بالغلام فعذب الغلام عذابا شديدا حتى دل على الساحر فأتي بالساحر فقال له من ربك قال ربي الله فدل على الراهب أسف فقال له الرهب فقال له الملك ألك رب غيري قال له نعم الله ربي وربك فطلبه أن يكفر بالله قال له لا فوضع المنشار في رأسه فنشر حتى إلى قدميه ولا حول ولا قوت اللي بقى ومتى شهيد ثم أتي بالأعمى فطلب منه أن يكفر بالله فأبى فنشر بالمنشار بين من مفرق رأسه إلى قدميه ثم يجب الغلام وهذا الغلام يسمى تامر رضي الله عنه فقال له أكفر بالله وأمن بي قال له لا قال له سأقتلك قال له يعني افعل ما تشاء فأمر به الناس فأخذوا به إلى جبل وقال لهم هدهدوا من فوق الجبل فقال الغلام وهو فوق الجبل هو فوق الجبل اللهم مكفينيهم بمشيت فاحتز الجبل الجبل اهتزازا شديدا فوقع الظلمة ورجع الغلام بنفسه إلى الملك فقال له أين 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 جنودي الذين كانوا معك وكيف لم تموت أو كيف لم تقتل قال له كفاني الله شرهم فقال واخذوه إلى عرض البحر في سفينة أو فيما يتك ثم ألقوه في البحر فقال فقال الغلام هو في عرض البحر اللهم مكفينيهم بما شئت فغرقت السفينة ورجع الغلام سالما إلى الملك بنفسه فقال له قال له أنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا إلا إذا أردت أنا أو سمحت لك أن تقتلني فإذا أردت أن تقتلني فاجمع 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 الناس في صعيز واحد ثم ثم سأقول لك كيف تقتلني ففعلا جمع الناس فقال له اضربني بسه وقل باسم إله الغلام واضربني بسه ففعلا فأخذ دربه حارس أو الموكل عن الملك بسه وقال باسم إله الغلام أو باسم رب الغلام وضرب بالسه فنزل السه ما فيه صدق أو فيه فمات الغلام وطبعا الناس أو أهل 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 المدينة كلهم كانوا مجتمعين يشهدون هذه الواقع فأسلم أهل المدينة عن بكرة أبيهم بدينا كلها أسلمت فحفر هذا الملك أخدودا عظيما به نار ويقز في المؤمنين في النار ودي قصة تامر الشهيد قصة سورة البروج هل أتاك حديث البروج لأخر السورة قوة الأصحاب الأخدود والنار ذات الوقود إذ هم عليه قوة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود إلى آخر السورة حتى أنه أتي بمرأة عجوز أمرأة لها صبي ليلطى بها في النار فنقصت فأنطق الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الغلام فقال لها يا أمي أثبتي إنك على الحق ويقال في بعض الروايات إنهم عندما قصفوا المؤمنين في هذه النار كما ذكر المفسرون أخذ الله سبحانه وتعالى أو قابض الله أرواحهم قبل أن تمساهم النار ثم سعدت النار فحرقت الكفار اللي كانوا في المنين الله أعلم بس طبعا الرأي الأرجح يعني لأن رب الله سبحانه وتعالى بيقول فلهم عذابوا جهنم لهم عذابوا إنه هنا فتى المؤمنين ومؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذابوا جهنم لهم عذابوا الحريق لكن قالوا أن الحريق ده كان في الدنيا وجهنم في الآخر لكن الأصح طبعا إنه ما قلنا في أولا الشاهد هنا دعاء اللهم كفينيهم بما شئت الدعاء ده عظيم جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعا عندما أراد سراقة سراقة بن مالك رضي الله عنه قبل أن يسلم وكان فارسا مغوارا يعني عندما قال القريش من يقتل محمدا له مئة ناقة عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فالوحيد الذي كان كاد أن يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم هو سراقة بن مالك فعندما اقترب سراقة بن مالك من الغار وكان رسول صلى الله عليه وسلم مختبئا في الغار هو أبو بكر دعا عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم كفينيه بما شئت فساخت أخضام الفرس في الأرض وكاد سراقة أن يموت كاد سراقة أن يموت فعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ممنوع من قبل الله سبحانه وتعالى أن يستطيع أحد أن يصل إليه فقال له فقال له يا محمد لن يصيبك مني سوء وطلب منه السماح والأمام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع يا سراقة ولك صبيري كسرة ففعلا رجع سراقة وبعد ذلك أسلم وفعاد عمر بن الخطاب ردل عنه أطيب السراقة وآهدى له عمر بن الخطاب ردل عنه صبيري كسرة عندما فتح الله سبحانه وتعالى بلاد فارس وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوت الرسول صلى الله عليه وسلم المهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وسراقة عمر بن الخطاب ردل عنه كان فارسا مجوارا بالدعاء ده قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ونفس الدعاء ده قالوا الشهيد تامر اللي احنا قلت لقصته دروقته في صورة البروج ويقال إن ستامي رضي الله عنه وجدوا جثته في عهد عور المخطاب رضي الله عنه في الأرض مدفونة وجدوه مبتسما يضحك وضع يده على صدغه كلما رافعوا هذا اليد عن الجرح نزل الدم إذا تركوا اليد رجعت مرة أخرى إلى الصدغ فانحبس الدم شوفوا كرامة الأولاء كرامة الشهداء الولد ده أسلم أسلمت المدينة كلها بسبب هذا الولد كل هذه المدينة في ميزانه يوم القيامة فالشاهد هنا الدعاء طبعا فيها أدعية تانية في السنة كان رسول صاحب يدعوها هو أصحابه اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم بس الدعاء ده يقالها يقولوها كافر على مؤمن على كافر هو واحد يصيبوا ظلم شديد من شخص يريدوا أن يقتله يعني مش ظلم يعني الله ما اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدبيره دي من الأدعية قوية جدا بس مش ما يقولهاش يعني واحد بيظلمه الرئيسه في الشغل يعني حضراتكم يعني ممكن تقول دعاء الأول لكن دعاء التاني ده يقول واحد يعني يعني يريد أن يقول أن يقولها كلمة حق عند السلطان جائر يعني يريد أن يقتله الله أو إنسان طاغي ظالم والعزو بالله في أربع أذكار مهمة جدا أربع أذكار مهمة جدا طبعا أنا أقولها تفصيلا وإجمالا حتى لا أوطيل عليكم لكن اكتب في متصفح جوجل أربعة أذكار لو قلتها يوميا لن تصبح هادثة أو مصيبة وإيه لم تقولها يوما واحدا فتوقع مصيبة في هذا اليوم اكتب كلام ده هتلع لك أربع أذكار في غاية الأهمية يعني أذكار دول لو أنت قلتهم يوميا لن تصبح بمصيبة من السماء أو الأرض أو لن تصبح بحادثة أو يلدغغ عقرب أو ثعبان أو كلب غفل عنها كثير من الناس فأصابهم مصائف كثيرة جدا بسبب غفل عزين أذكار عزين أربعة أذكار تكتب بماء الزهب فأكتب في متصفح جوجل أنا أحب أحب أحبها إن شاء الله أحط لكم من الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو أحاول أحاول أحاولكم رابط بتاع الفيديو ده أربعة أذكاري لو قلتها يوميا لن تصبح بحادثة أو مصيبة ولو لم تقولها يوما واحدا فتوقع مصيبة في هذا اليوم الحاجة اللي بعد كده واللي هي أهم الأشياء على الإطلاق صلاة الفجر في جماعة قال الله سبحانه قال عليه الصلاة الصلاة في الحديث الصحيح لأنه بيستخف وبيستهزئ بأذان الفجر إما لو بينام لغاية ما يتطلع على الشمس دي كبيرا من أكبر الكبائر أو أنه بيصح يصلي الفجر بجنب السرير وينام تاني وهو سمع الأذان ويستخف ويستهزئ بالأذان ويروحش يصلي في الجامعة وقال عليه الصلاة الصلاة سمعا أدخل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيه ما لأتاوهما ولو حبوا ولقد هممت وانأمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل اللي يصلي بالناس ثم أمر بحطب ثم أنطلقوا مع رجالهم معهم حزمهم من النار فأخالفوا الأقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يمنعهم أن يأتي عذر فلا صلاة له فراية وفراية الأخرى لم تقبل منه الصلاة والتي صلىها صلاة لا تقبل وقال عليه الصلاة والسلام لندعى الناس إلى عرق أو مرمتين في المسجد لأجابوه أنهم لو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلا أتونها ولقد هممت وأن أضرمها عليهم نارة ولا يتخلف عنها إلا منافقة لذلك صلاة الصبح في جماعة كان السلف الصالح من الصحابة والتبعين لوحب منهم إذا كان ذاهبا أن يجاهد في سبيل الله أو لأي شيء أو ليقول كلمة حق عند سلطان الجائر يقال له هل صليت الصبح في جماعة فيقول نعم فيقول اذهب فأنت في معية الله وكان في الله لأن لن يصيبك سوء في هذا اليوم لذلك عصابنا البلاء وعصابنا وعصابتنا المصائب والأمراض بسبب الاستخفاف والاستهانة والاستهزاء بصلاة الفجر في جماعة لذلك أعظم الأشياء على الإطلاق هي صلاة الفجر في جماعة لأنها تعطيك النور كما قلت سلفا تعطيك النور العظيم قال آية الصلاة صلى الله عليه وسلم بشر المشيئين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة في رواية بالنور العظيم إذن الصلاة الفجر في جماعة تعطيك النور العظيم قال آية يجعلك يجعلك تمر كالبرقة أو كلعمح البصر على الصلاة وأنا فهنطلقكم الصلاة ده طول مسيجة خمستاشر ألف سنة بيضرب على متن جهنم وجهنم مظلمة شديدة الظلمة يخرج منها شرن كالقصر كأنه جمالة صفر هتمشي إزاعة على الصلاة بدون صلاة الفجر في جماعة بأنت بتضيع منك النور العظيم وبتضيع منك معية الله من صلاة الصبح في جماعة ففي ذمة الله أي في كنف الله وحراسة الله ومعية الله فمن ضيع صلاة الصبح في جماعة ليس في ذمة الله ليس في كنف الله ليس في حراسة الله فيصلت عليه ظالم يصلت عليه تعدحت له مصيبة تعدص له كارثة لأنه تخلى عن رب العمي صفحة تعالى فهتخلى الله عنه فا دي أهم الشئ من الظلم فأنا أحاول أكتبكم الكلام ده في الوصف إنسا أخوه شرون الشهاد العمي في طواب عظيم العلم علما في النهو أجر ونعمل بها من قيمة لا ينقذ ذلك مجب تشيش تفعيل الجرس وإشراف القناة صلاة لكم كل جدير والساعدين عشرة سنة روية أقول قولي هذا استغفر الله لكم